إذا سمحتم حيث أن معالي المدير العام الدكتور سالم بن محمد المالك موجود معنا منذ أكثر من ساعة على الهوى فإذا سمحتم قبل أن أقولك كلمتي أود أن أطلق معه وهذا فخر لي كمنظم المرأة العربية أن نطلق شعار المؤتمر معا أنا ودكتور سالم دكتور سالم وأنا شعار المؤتمر سيكون هل دكتور سالم معنا؟ دعها فقط تذهب للمدرسة دعها فقط تذهب للمدرسة بالإنجليزية فقط دعها إلى المدرسة بالفرنسية هذا سيكون شعار أعمالنا خلال الأيام الثلاثة أشكر معا لي على توجده وصبره على الهوى منذ أكثر من ساعة أعرف أن ظروفا قاهرة فرضت عليه التغيب عن أعمال هذا المؤتمر ونحن وعدنا أنفسنا بأن يعمل جهده إذا استقرت الأمور حيث هو موجود أن يعود ويكون بيننا حتى قبل نهاية هذه الورشة وعلى أي حال كلمتي الموجهة عبر معالي نائب المدير العام ممثلا له هي موجهة له بشكل رئيسي بارك الله خطاه والشكر والامتنان له دائما على موقفه من هذه الأنشطة التي أطلقناها مع الأيساسكو ومبروك الشعار الشعار هو ملك الجميع ملك الأيساسكو ملك الباحثين والباحثات ملك أهل منظمة المرأة العربية الموجودين معنا والموجودين في القاهرة وفي كل مكان أصدقاء قضية تعليم الفتاة إتاحة الفرص للفتاة إن هذا الشعار هو ملك لنا جميعا سنعمل على هداه في المرحلة المقبلة ليكون هناك فرصا فعلية للفتيات في كل رحاب العالم العربي والإسلامي إن شاء الله معالي نائب المدير العام ممثلا معالي نائب المدير العام الدكتور عبدالإله بن عرفة ممثلا معالي المدير العام الدكتور سالم بن محمد بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية وثقافة والعلوم معالي دكتورة صافية انتاه وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في جمهورية الإسلامية الموريتانية عضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية سعادة ممثل معالي الدكتورة عواطف حيار صديقتنا العزيزة التي اضطرت للتغيب وزيرة التضامن الاجتماعي والأسرة في المملكة المغربية سعادة الدكتورة أنت فونك مديرة برنامج وومينة في مؤسسة جي اي زيد أصحاب المعالي والسعادة مدراء قطاعات التربية وثقافة في الأي سيسكو السيدات والسادة الخبيرات والخبراء والبحثين وممثل الحكومات في الدول العربية والإسلامية المشاركة معنا في هذه الورشة أيها الأعزاء إن ورشة العمل والتي تجمعنا هنا في ضيافة الأي سيسكو وبالتعاون الكامل معها وفي رحاب المملكة المغربية الحبيبة هي محطة ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا في منظمة المرأة العربية بالنظر لدقة موضوعها من جهة وبالنظر إلى القيمة المضافة التي يأتي بها كل مشارك وكل مشاركة بحسب موقعه أو موقعها من جهة أخرى أود بداية أن أوجه خالص الشكر والتقدير للأي سيسكو ممثلة بمديرها العام الدكتور سالم بن محمد المالك على استجابته السريعة لطلب منظمتنا إطلاق هذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع الأي سيسكو وقد أبدأ معاليه كل الترحيب وبكل أشكال التعاون التي قد يفترضها المشروع في مختلف مراحله وقد سمعنا بكلمة معالي النائب المدير العام أن الأي سيسكو تعمل وتقوم بجهود كبيرة جدا في هذا المجال وإذن هذا أمر غير مستغرب أبدا أن يستجيب استجابة سريعة لطلبنا هذا وكان لنا جولة أفق مع كبار فريق عمل الأي سيسكو من مدراء قطاعات وباحثين وباحثات استعدادا لهذه الأيام العلمية الثلاثة من التفاعل المتوقع مع باقة من خيرة باحثين من الجنسين في العالم العربي والإسلامي ومع ممثلي الحكومات بهدف تبادل المعرفة والخبرات حول واقع مرير ومستجدات وأفاق عمل مشترك لتزليل كل العقبات التي ما زالت للأسف تمنع بناتنا من الالتحاق بالمدرسة والانخراط في مسار نهل المعرفة والتنوير ولو كان العلم في الصين موضوعنا هذا يجمعنا في الأساس مع مؤسسة ملالة العالمية والتي تعمل بهدف مركزي واحد عالمياً هو دعم كل الجهود لتوفير فرص التعليم للفتيات فاسمحوا لي أن أشكر مؤسسة ملالة الدولية على دعمها الكامل لمشروعنا هذا أصحاب وصحبات المعالي والسعادة أيها المشاركون الأعزاء يشكل الميدان التربوي أحد أهم ميادين تكوين الإنسان أكان رجلاً أو مرأةً ففي هذا الميدان تتكون الشخصية الفردية وتثقل المهارات وتنمو القدرات عند الأفراد كافةً ولا ننسى وكيف ننسى أن الذهنيات أيضاً والسلوكيات الاجتماعية تنمو جزورها في تربة الميدان التربوي هي أيضاً ففي الميدان التربوي أيها السيدات والسادة تبدأ الحكاية من الفرص إلى إنعدامها من المساواة في الإتاحة إلى الإقصاء والتهميش من احترام كرامة الإنسان إلى تجاهل كرامته بل دوسها واحتقاره وإزلاله وإذ نفتخر أو تفتخر المجتمعات الحديثة بتغلب منطق الحق على القوة واحترام الإنسان كل إنسان بصرف النظر عن عرقه أو دينه أو جنسه نرى أن الواقع الميداني ما زال في العديد من الأحيان ملتبساً بل متناقداً وما زالت أشكال من التمييز تسود في العديد من الحالات وعلينا أن نتذكر دائماً أربعة تحديات واجهتها البشرية على مر العصور ونجحت في التغلب فيها على منطق التمييز التحدي الأول كان العنصرية وانتهت مواجهة العنصرية الرسيزم بإدانتها ومحاربتها عالمياً أما التحدي الثاني فكان العبودية وقد تغلبت البشرية على العبودية سليفري الإسكلافاج على العبودية وأدنتها وحاربتها وما زالت تحاربها التحدي الثالث كانت طبقية وكلنا ما زال يشهد الأفلام ويسمع الروايات حول النظام القديم الأنصيرجيم والذي أطاحت به الثورة الفرنسية وأسست للمساواة والأخوة والمواطنة الكاملة التحدي الرابع هو التمييز بحق المرأة وأحدى صوره الأكثر إلاماً وعاراً هي حجب التعليم عن الفتيات ولسوء الحظ فإن هذا الأمر مزال موجوداً ومزال يؤلمنا جميعاً ومن واجبنا أن نتعاون جميعاً لرفع هذا الظلم اللحق ببناتنا وإذ نقارب الموضوع هناك تحدي خامس وسادس ولكن ليس المجال للحديث فيهم اليوم وإذ نقارب موضوع فرص التعليم فهناك كلمة حق يجب أن نقولها وهي أن الحكومات في الدول العربية والإسلامية بذلت جهوداً كبيرة في العقدين الأخيرين وحققت عملية الالتحاق المدرسي للبنين والبنات قفزة نوعية في العديد من الحالات لكن لم تكن الجهود كافية في حالات أخرى وحدث تراجع في بعض الدول بسبب الحروب والنزاعات المسلحة وفي هذه الأخيرة أخرجت المدافع والمعارك الأطفال من الجنسين من المدارس وكانت الهجرة الأسرية والنزوح السكاني بسبب الحروب هي الأكثر تأثيراً سلبياً على التحاق الفتيات بالمدارس لكن تحليل واقع التعليم يظهر لنا أمراً مقلقاً أمراً آخر مقلقاً سنتوقف عنده في مدولتنا خلال الأيام الثلاثة في ورشة العمل هذه وهو أن الجهود الحكومية إن وجدت لا تكفي لتحقيق التقدم المنشود فالواقع يظهر لنا مجموعة من المعويقات التي تجهد المبادرات الحكومية وتبقي الوضع على حاله وهي ستكون أيضاً موضوع بعض جلساتنا في الحقبة الأخيرة ظهرت كذلك اتجاهات رأي تشكك بفائدة أو بأحقية البنات في التعليم وكان لهذه الاتجاهات التداعيات سلبية كثيرة فبدل توقع التقدم والسعي لتسريعه بدنا نرى تراجع غير مسبوق وكارثي بنتائجه فهل يتعين علينا اليوم في القرن الواحد والعشرين في العقد الثالث منه أن نسوق الحجج حول الفوائد المتعددة لتعليم البنات بدءاً بدور النساء المتعلمات في حسن تربية أطفالهن مروراً بانخراط النساء المتعلمات في مروحة واسعة من الأعمال الاقتصادية المنتجة وغالبها مدفوع الأجر ومساهمتهن في تحقيق مدخيل إضافية للأسرة ومشاركة الأهل والزوج في تحمل الأعباء هل علينا الإشارة إلى مساهمتهن في تحقيق التنمية الاجتماعية وزيادة الدخل القومي ونحن لم نتحدث بعد عن حق البنت كما الولد حقها الطبيعي بالحصول على التعليم وسائر الفرص الاجتماعية الأخرى بين السياسات الحكومية والواقع الميداني هناك أحياناً فجوة بل فجوات وعلينا أن نبحث عن الأسباب وهذه الأسباب متعددة وعلاجها متعدد السبل وهو محور بعض من مدولاتنا سيتوزع عملنا في الأيام الثلاثة للورشة على اتجاهين بين رصد للواقع بالأرقام وتطوره خلال العقد الأخير في عين من خمسة عشر دولة عربية وإسلامية ثماني دول عربية وسبع دول إسلامية وأوراق سياسات عامة في ست مجالات حيث رصدت الأبحاث الوطنية الخمسة عشر الأولى من العمل رصدت مواطن خلال فنحن في مرحلة أولى قمنا بإطلاق دراسات ميدانية في الدول الخمسة عشر في العينة والنتائج التي توصلنا إليها حدث بنا إلى وضع مشروع آخر في المرحلة الثانية هو أوراق السياسات العامة والتي ستعرض علينا من جانب الخبراء والخبيرات الذين أعدوها تم اختيار العينة بالتعاون مع مؤسسة ملالة العالمية وفي ضوء خصائص كل دولة كون كل دولة في العينة تعكس واقع فئة من الدول بين دول فيها وفرة مادية واستقرار وأخرى فيها صراعات مسلحة وفقر وكذا وعليه فإن عرض الوقاع وكذلك أوراق السياسات ومناقشتها من قبل مجموعة من الباحثين وممثلي الحكومات سيسمح لنا بالتوصل إلى رؤية مشتركة حول المعالجات الواجب اعتمادها وسوف ترفع توصيات هذه الورشة كما تفضل وقال لنا معالي الدكتور بن عرفة بتوجيه من معالي الدكتور سالم هذه الورشة سترفع توصياتها إلى مجلس وزراء التربية في منظمة الأيسسكو في أكتوبر المقبل إن شاء الله يهمني في افتتاح هذه الورشة أن أنوها بأهمية اجتماعنا كدول عربية وإسلامية وتبادل الرأي والخبرة فيما بيننا فمع أننا نملك خلفية ثقافية دينية واحدة أو متقاربة أقله فإن مساراتنا الوطنية متنوعة جدا وهذا يدل على أهمية المبادرات التي يأخذها البعض دون البعض الآخر وهي تحدث هذا الفارق فيما بيننا فالظروف والمعطيات المختلفة بالإضافة إلى الرؤية والإقدام المبادرة عند القيادات كلها عوامل تؤثر على واقع المجتمعات العربية والإسلامية وتفسر الاختلاف البين فيما بينها والمسارات المتنوعة جدا ففيما نرى رئيس الجمهورية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية يطلق عنوانا أو شعارا لسياسة في موريتانيا تتبع منذ سنوات هي مدرسة الجمهورية لكل دولاري بيبليك فيما نرى القفزات النوعية التي تقوم بها ما شاء الله المملكة العربية السعودية فيما نرى الإمارات العربية المتحدة ترسل البنات إلى الفضاء نرى واقعا آخر مريرا في دول أخرى علينا أن نعالجه هناك قصص نجاح يمكن أن نأخذ منها العبار هناك حالات فشل يجب أن نتعلم منها فاتني أن أذكر الجهد والتقدم الحاصل في فلسطين المحتلة بالرغم من الظروف الصعبة فالأرقام حول الالتحاق المدرسي للبنين والبنات في فلسطين هي الأعلى عربيا أقله ويتبعه الأردن وقد تجاوز أرقام البحرين التي شهدت لأول مدرسة للبنات في العقد الثالث من القرن الماضي وأرقام لبنان طبعا أصبحت في مرتبة رابعة وخامسة إذن هناك قصص نجاح يمكن أن نأخذ منها العبار وهناك حالات فشل يجب أن نتعلم منها اجتماعنا مجرد اجتماعنا بركة وفي تشاورنا حكمة ولدينا رجاء هو أن تثمر جهود الجميع منذ أشهر من الدراسات والأبحاث الميدانية أن تثمر توصيات جديدة بناء يستأنس بها صانع القرار التربوي في الدول العربية والإسلامية فنساهم عبر قلمنا وصوتنا في رفع الظلم عن البنات كل البنات في كل المجتمعات العربية والإسلامية نحن على موعد إن شاء الله مع غد أفضل لأجيالنا القادمة من الجنسين ولن نيأس بل أن إيماننا هو مصدر الإلهام لنا والرجاء أجدد شكرية للأيساسكو ولمعالي المدير العام الدكتور سالم بن محمد المالك ولفريق عمل الأيساسكو من مدراء وخبراء وإداريين وفنيين من الجنسين وشكرنا موصول للدكتور سالي على جهودها المتميزة والتي أضافت على هذا النشاط المشترك نكهة خاصة بمزيج من الزكاء والصدق والحكمة كذلك فمنظمة المرأة العربية ممتنة للبحثين والبحثات ولمموسلي الحكومات على مساهماتهم جميعاً في إثراء هذه الأبحاث والمدولات بمعرفتهم وبخبرتهم إن تضافر جهود الجميع سيعزز فرص تقدم القضية التي تعمل جميعاً من أجلها فإلى البعض نقول وفروا الفرص وإلى البعض الآخر نقول ادمنوا الجودة وإلى آخرين نقول وفروا الأمان وإلى البعض نقول بالله عليكم دعوا فقط الفتاة تذهب إلى المدرسة والسلام عليكم